دشن التجمع اليمني للإصلاح فعاليات الاحتفاء بذكرى تأسس الحزب الثانية والثلاثين تحت هاشتاغ الإصلاح اليمن يجمعنا وكانت الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح دعت في وقت سابق أعضاء ومناصرية الحزب ومحبيه على امتداد الجمهورية اليمنية إلى الاحتفال بالمناسبة انتصارا للحياة السياسية وقالت إعلامية الإصلاح في بلاغ صحفي بأن الحزب جاء من عمق المجتمع اليمني وطني الهوية سبتمبري الميلاد مقرونا بعهد جديد من الوحدة والديمقراطية والتعددية السياسية وظل في طليعة القوى الوطنية المدافعة عن الحقوق والحريات والمكافحة من أد حرية الرأي والتعبير وانتهاج الحوار والتعايش والشراكة خيارا آمنا للشعب والوطن ووجهت إعلامية الإصلاح التحية إلى كل إصلاحي وإصلاحية وخصت بالتحية أسر الشهداء والجرحى والمختطفين والأسرى وكل المناظرين في مواجهة مشروع الإمامة العنصرية